من بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوية يتيم نستطلع معك الأوضاع سياسياً عسكرياً وأيضاً إنسانياً يا غنوة تفضلي الكلمة لك نبدأ من السراي الحكومي الذي عقد اجتماع وزاري مع الدول المانحة للبنان والذي طالبت فيها الحكومة اللبنانية بـ 426 مليون دولار كمساعدات لتأمينها لم أكثر من مليون نازح غادروا منازلهم البعض منهم لا يزال في العراء أيضاً لتأمين الاحتياجات الأساسية لهؤلاء النازحين الذين ارتفعت عدادهم بشكل فجائي ولم تتمكن الدولة من تأمين المآوي لبعض منهم قبل قليل كانت خرج وزير التربية من هذا الاجتماع وتحدث أيضاً بأنه ربما لا يرى أفق لحل سياسي أو حل يعني لا يرى أفق لحل سياسي لما يعيشه لبنان ربما هذه الأزمة ستستمر أيضاً قد تحدث عن موضوع المدارس خاصة أن هناك مناطق لا تقع تحت الغارات الإسرائيلية ولكن المدارس في كل لبنان والعام التربوي تأثر بموضوع الحرب لذلك كان يتحدث عن خطة تعدها الوزارة الشاملة كي يكون هناك تأمين للتعليم للجميع سواء كان هناك تأمين عبر الأونلاين أو ربما عودة التعليم الحضوري لمناطق يمكن لها استمرار التعليم بشكل حضوري طبعاً يعني الأمم المتحدة كانت خلال اجتماعات سابقة وقد وعدت الحكومة اللبنانية بتأمين المساعدات اللازمة تحت ضغط الكبير لهذا النزوح إضافة إلى دول كانت قد أعلنت عن مساعدات بعيدة عن موضوع الأمم المتحدة كفرنسا، الاتحاد الأوروبي، الإمارات، المملكة العربية، السعودية ولكن كيفية توزيع هذه المساعدات من سيستلمها إن كانت الأمم المتحدة ستشرف عليها أو أن الحكومة اللبنانية هي من ستقوم بتوزيع تلك المساعدات تعلق بالتساوي على الجميع إن كان عبر أموال أو إن كان عبر مساعدات عينية هذا الأمر لم يتضح حتى الآن ولكن المساعدات مطلوبة بشكل سريع خاصة أن هناك احتياجات مثل الأدوية ومواد المحافظة على النظافة الشخصية تلك المواد يحتاجها النازحون إضافة إلى المأكل والمشرب الذي يتم تأمينه حتى الآن نعم، فقط أشيري لهذا العاجل مراسل الحدث هناك إطلاق صواريخ تجاه صفد وطبرية إذا لا تزال الصواريخ تخرج من شمال الليطاني ربما على مناطق إسرائيلية على كل حال أنا أشكرك جزيل الشكر من بيروت مراسلة الحدث غنوى يتيم على كل هذه الإضاحات ترجمة نانسي قنقر